دير الزور جولة ميدانية لوزير العدل الدكتور نجم الأحمد ومسؤولي المحافظة إلى القصر العدلي والسجن المركزي ولقاء أعضاء مجلس المحافظة وخلال الجولة تم بحث آلية تطبيق المراسيم والتشريعات القضائية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين جولة ميدانية قام بها وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى القصر العدلي والسجن المركزي في محافظة دير الزور ورافقه فيها المحافظ فواز الصالح وامين فرى الحزب طه الخليفة الجولة بدأت بزيارة القصر العدلي والاجتماع مع المعنيين في الجانب القضائي وخلال الاجتماع بحث الوزير آلية تطبيق التشريعات القضائية الجديدة والتسريع في اجراءات العفو الرئاسي وتخفيف الروتين وتغليب المصحة العليا للدولة من خلال تطبيق القوانين النافذة في اطار المصالحة الوطنية التي بدأت عجلتها بالدوران في المحافظة كما استمع سيد الوزير الى مقترحات القضاة التي تخص الواقع القضائي وكيفية العمل على تطبيق القوانين والمراسيم الصادرة للتخفيف من معاناة المواطنين بالصورة المطلوبة وخلال الجولة تفقد الوزير الاحمد السجن المركزي في المحافظة والطلع على مطالب وهموم الموقوفين فيه والصعوبات التي تقف في وجه الادارة لتأمين الجو المناسب لجميع الموقوفين فيه مذكرتين قاطعنا بها احنا خلصنا من ثمن تسات ايام وقاطعنا بي مجددين المذكر انه مرت ثانية ومحكونا بيئة سبعة ونص اول مرة خلصنا وهاي دخلونا بالمرت الثانية ليش هي تذيام عنه وباقي لي سنة وشهرين والساحية انا لقي بعنا الوعي اضل 24 ساعة بالمشفى ومعاييربو وسيادة الرئيس اعطى عفو عن المرضانين وانا ما استفدت عايشي بعد الجولة الميدانية اجتمع الوزير الاحمد مع عضاء مجلس المحافظة وتحدث عن دورهم الاجتماعي في توعية المجتمع الاهلي والمحلي في نبذ العنف والاحتكام الى لغة العقل والمنطق والتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق المراسيم الرئاسية لتشمل اكبر عدد من من غرر بهم وحملوا السلاح وعودتهم الى حضن الوطن الضامن الوحيد لسلامتهم نحن نتطلع الى غد افضل في هذا البلد نعلم ان الاغلبية الساحقة من ابناء هذه المحافظة هم من الاشخاص الشرفاء الوطنيين الذين يحبون بلدهم وينتمون اليه انتماءا وطنيا خالصا اعطينا الفرصة بحضور حتى المسؤولين من المحافظة لكل من يريد القاء السلاح والعودة شخصا طبيعيا سويا الى مجتمعه لكي يمارس دوره في البناء والاعمار وليس اي دور اخر وفي ختام الجولة اوضح الوزير الاحمد ان الباب لا يزال مفتوحا لمن غرر بهم وحملوا السلاح لتسوية اوضاعهم والعودة الى حياتهم اليومية مع تقديم الضمانات كافة التي تقف حاجزا نفسيا امام من يبحث عن طوق النجاة من افة الارهاب التي تورطوا فيها